السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صلي على محمد المال وسحبه جمعين. الفيديو بإذن الله هنسطى بالحاجات اللي احنا محتاجينها. اول كان فيديو كده هنسطى بالحاجات اللي احنا محتاجينها بإذن الله في الفيديو ده. طيب هنسطى بيه? اول حاجة اللي يازم نسطى بريدكس. وتفتح كده الترمينال بتاعتك. بتحها من فوق او تدوس على كنترول. وحرف الزال اللي فوق التاب. عشان تفتح الترمينال دي. اول حاجة هنعمل ايه? هقول له ان بي ام. انستول. الريدكس. وكمان الرياكت ريدكس. عشان تربط الدنيا ببعض. هتسطى بايه كمان? عايزة سطى بحاجة اسمها البوت سترم. عشان نستخدم بوت سترم. هتسطى بكده الرياكت والرياكت ريدكس. قصدي تسطى بالريدكس والرياكت ريدكس. وتسطى بالبوت سترم. ودوس انتر. طبعا هنقعد شوية هستنى. موبايل ما يخلص. وكده هرجع شغل الفيديو. طيب بفضل الله كده الدنيا تسطبت معنا. طيب سطبت البوت سترم لها عشان نستخدم كلاسات البوت سترم. طب بتضيفه من ين? قال لي او اكتب كده هنا هرياكت بوت سترم. وهي هتنزل على تاني لينك غالبا اللي هو ادنك بوت سترم. بتهادو ازاي اول حاجة بده تقول ان بيهن من ستور بوت سترم. مش مش كده عادي. ويه بعد كده قال لي بتعمل امبورت او بتعمل امبورت للينك ده كده. بتحطه فين هو بيقولك او. بيقولك حطه في الاندكس والجي اس اللي في السولس. خلاص انا اسمع الكلام او. واروح اقول له الاندكس والجي اس او. حط في البوت سترم بتاعنا ده. طب تعني اتأكد ان البوت سترم تستطى. ايه كلاسات من البوت سترم اللي انت حفزها. وليكن. هنيجي نقول ده كلاس مسلا هعتيب روبوتهم مسلا وليكن. هتقول له كلاس نيه مسلا بي تي اين بي تي اين داش دانجر مسلا. كلمة دانجر ده اللي هو اللون اللي احمر يعني. فعلا هيشتغل ولا تعمل نشوف. او فعلا اشتغل بفضل اللي يبقى كده انت ستبت الايه بتاعك. طيب تعالوا ان بعد ما ستبني تعالوا نعمل له امبورت عندنا. طبعا في الاندكس اول حاجة بنقول له ايه? بعمل اهو. امبورت. بجيب اول حاجة حاجة اسمها الكريات ستور. من الايه? الريدكس بتاعنا بقوله كده فروم الريدكس بتاعنا. وبعد كده بجيب حاجة اسمها كودة تشرح بالتفصيل في الريدكس فانتفرج عليه قبل ما تبدأ معاه في الابليكيشن ده. بعمل امبورت ليه? هاتي البروفايدر. اللي هو هيحوت الدنيا بتاعتي يربط الابليكيشن بتاع اللي هو الاب بالريدكس. من اين ده? من حاجة اسمها الرياكت ريدكس. شكرا على كده وبعد كده بقول له ايه? بقول له بقى اول حاجة انا هعمل كونست. اسمه الستور. الستور او بيساوي ايه? بيساوي اعمل الستور بتاعه فبقول له كريات ستور. من اين? بقول له الستور بتاعك ده بيساوي كريات ستور ولازم تبعت ايه? قلنا الستور اعملو ما هيتعمل اللي لازم يكون في واحد reducer على الاقل. هتعاله بمنطقة البساطة. نعمل هنا فولدر اسم ال reducers. هيحتوي على ال reducers بتاعتنا وتاعنا نعمل فايل واحد بس حاليا نسميه ال index. طب قلنا ال reducer ده عبارة عن ايه? هي قلنا عبارة عن function بترجع data. والdata دي هي بتاعت ال application بتاعتك. طب هنعمل function دي ازاي? بمنطقة البساطة هقول له. ويكون اي حاجة دلوقتي اسمه reducer. وقلنا reducer عبارة عن ارو فانكشن بتاخد ايه? بتاخد الاستيت هاعتبرها الريف فاضية وبتاخد ال action بتاعك. ارو فانكشن اهو. ومجرب بس هقول له return الاستيت الفاضية دي. نعمل اللي بقى export. ليه? حاليا يعني export ال reducer بتاعنا. اللي هو اهو. اهو مش لازم خلاص تقول له كده. هو هيفهم. وانت تبعت ال reducer ده. طيب تستخدم فيه بتحوت ال application ده كده هو. انا مش بكتبين انا ياسف. ااخد ال application ده هو. واخده كده وحطه في ال provider بتاعنا وبقول له انا ابعت لك اللي هو اللي انت لسه عامله. وتبعت بتاعك جوه. يبقى انت بتحوت بتاعك حوالين ال provider اللي هو اكينك بتربط بتاعك. ومنتغة البساطة. سيف كده. ونحن نشوف هل فيه اي مشكلة ولا فيه اي مشكلة بكده الدنيا تمام بفضل الله. يبقى تاني جبت الاستور. عملت الاستور بتاعنا. والاستور لازم عشان يتعمل. لازم يكون في واحد reducer على العل. عملت بمنتغة سهولة reducer. وبيرجع الاستيت اللي اللي الاستيت الفاضية بتاعتك دي. تمام جدا. بعد كده عملت بتاعك اللي هو بتحوت بتاعك عشان تربطه بالريدكس بتاعك. وستبت البوتستراب وفعلا البوتستراب بتاعنا اشتغل عشان نستخدم شوية كلاسات كده تسهل علينا الدنيا. ان شاء الله من المرة الجاي. المرة الجاي بازن الله الفيديو جاي هنعمل الايه? المنتغة البساطة. الستايل ده او الاتنين امبوت دول. والزهارين دول ان شاء الله. تمنى يا رب بيكون الفيديو واضح واللي ستبناه الفيديو ده يكون واضح. ازاكم الله وقيره. السلام عليكم ورحمة الله. اشتركوا في القناة